السلام عليكم و مرحبا بكم في صفحة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم سوف نقوم بعمل جوز الهند و لا نواد كوكو يعني شو فيها تحطيها معلتي مع الحليب و مع الجو بزاف بنينا نبدأ بسم الله اول حاجة رح نبدأ بالطبقة الولانية نسحق فيها 125 جرام مارغارين تكون طرية إذا درتوا المغرفة هكا ممسوحة تجيكم ثلاث مغارف كبار إذا درتوها بومبي بزاف تجيكم زوج مغارف كبار نضيف عليها قرصة الملح و نصف كاس سكر العادي يعني سكر الخاشن ماشي سكر الناعم ديروا السكر العادي علاش بسكر العادي خليلكم لا باتتاعكم تجي خفيفة ما تجيش كما بات سابلي نضيف عليها حبيبات البيض كاملة نضيف عليها جوج مغارف كبار الزيت الزيت باش يجينا تاني كلابات خفيفة جينا طرية و نضيف عليها الزيس تاع الليمون اللي هي جد ضروري في هاد الوصفة لازم تستعملوا مبشور الليمون تعارفوا بلي الجوز الهند يمشي بزاف معه الليمون و رح نخدم كلش بالباتر استعملوا الباتر باش هادوك الحبيبات على السكر يدوبوا و تجيكم الطبقة الولانية تاع الحلوة تجيكم خفيفة يعني هاد الحلوة القوة متحاء هايل بزاف هايل بهاد الشكل شوفوا كيف شوله فهاد المرحلة رح نبدو نضيف الفارينة ضفت الكاس الاول دفعة واحدة و رح نضيف معه مغرفة صغيرة خميرة الحلويات ما يعادل خمسه قرام يعني نصبه كي خميرة حل خميرة كيميائية هاكا و نبدو ندخل الملح في الفارينة في باقي المكوينات و لعشاق الليمون هاد الحلوة رح تعجبكم بزاف 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 على بالي بلي لو كانت جربوها كامل رح تعودوا تولوا و تقلوا لي قرف بنينه جيت لهنا اضفت الكاس تاني بالنسبه للكاس تالت اخديت من نوع ربع يعني العجينة اخدت لي زوج كيسان واربع و نتو مع الحساب نوعية الفارينة جبت لهنا بابي كويسون قطعته على حساب بالحساب القاعدة تاع البلاتو استعملوا بابي كويسون حي سهل عليكم العملية و نجيب لهنا العجينة تاعي نحطها هكا و ننخ و نحلها بهالطريقة و راح نديرها في البلاتو و راح نديرها في البلاتو كي تخدموها كي تقدروا يعني تحلوها ديكت في البلاتو تاعكم ما بهالطريقة تخدمو خدما قياه احسن شوفو نديرها بها بالبابي كويسون ديالها يعني من نحيش البابي كويسون راح يساعدكم من بعد كي تجو تنحو الحبات دياله لكم ما راحش كامل يتخسروا و نجي لهنا ندقبها بالفرشيطة ندخلها الطيب على 180 درجة يعني ما راحش نديرها هكا كعجينة كي ما خدمناها سابقا كي دلنا يعني دارت حالة هاد الوصفه و حد الوقت كنا خدمناها باللوز ولا بالكوكاو لا لا في هاد المرحاله وش راح ندير ندخلها الطيب حتى نشوف الحاوف حماره و ما نشعلهاش من الفق نشعلها غير ملتحت على 180 درجة كي نشوف الحاوف يعني بدأوا يحماروا ولي راح ننحيها بهاد الشكل شوفوا يعني خداولي هكا لون ذهبي خفيف راح ننحيها علش خدمت لكم بهاد طريقة يعني خطالي فاتت كي خدمناها دلنا لعجينة خضرها هكاك بزاف من الناس لي ما طابت لهمش و قعدت لهم بيضاء من تحت بهاد طريقة راح تطيب لكم و جيكم هيلة و تاني حاجة كي طيبوها في هاد المرحاله طبقة تانية ما راحش تنشف تقعد لكم طريقة شوفوا الهنا غير خرجتها من الكويزينيا وهي سخونة درت عليها تلت مغارف و الاربع مغارف لازم وهي سخونة ما تخلوهاش تبرد و نحطها جانبا حتى وين تبرد المليح و نوجد طبقة تانية طبقة تانية اللي هي بزاف بنينا عندي الهنا مية وخمسة وعشرين قرام مرغارين بالنسبة للمرغارين في هاد الخطوة ما تكون شطرية تكون بردة بلا كل بنات لازم تكون بردة مليح نضيف عليها كاس إلا ربع سكر ناعم و نجي الهنا نضرب بملح هادك السكر مع هادك المرغارين بهذا الشكل و راح نضيف عليها تلت حبات على البيض يكونوا كاملين و نضيف عليها مبشور الليمون اللي لازم لازم جد ضروري الى ما عندكش ديري باطاون بدوق الليمون و تاني اذا عندكم قشور تعلق البرتوقال تاني تقدروا تضيفو ف هاد الخطوة راح يمديلكم دوق روعة انا ضفت اللحنا مبشور حبه و نصف تعليمون و راح نضيف تاني اضافة هاده ماشي لازم ديرو هاده كانت عندي فندار و ضافت لها بالنهيلة عندي اللحنا سوبر كرام بدوق الليمون ضفت مغرفة كبيرة مع مراملح كما قلت لكم عندك سوبر كرام تعليمون تضيفها ما عندكش ما تضيفيش و نجي الهنا نخلط هاد المكونات كامل كيف كيف و في هاد المرحلة تقدر اي وحدة منكم في هاد الخطوة وشي سرى لها تحس بلي كشغل الخاليط تحر نفاصل تحسوا هكت تحس الخاليط اللحنا في هاد الخطوة تحسوا بلي كشغل تلقي الزيت على بالي بلي تقدر تسرى لكم كومرانة فسخانة هاده كوش معنتها معنتها المارغارين طلقت روحها يعني دابت وش ديري كفش تسلكي روحك هاده كرغيسي بيونكي ما رح تحسوا دخليه الكنجيلاتر تحبسي الباتر دخليه الكنجيلاتر حوالي هكك خمس دقايق حتى العشرة دقايق تعودي تتجبديها وتزيدي الضرب بيها مليح رح تولي لك ما شاء الله يعني تحسلي على هاد القاوة فهاد المرحلة رح نضيف كاز تعجوز الهند وللا نوات كوكو ساعات الكاز 240 مليلتر وندخلها مليح يعني وحد الريح هاي تطلق ما شاء الله لعشاق نوات كوكو نلقاكم كامل في هاد الفيديو وانتمنى تحسوا تجربوا الوصفة وترجعوا لي في كومنتر وتاني يعني وصفة قديمة 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 بزاف ونجي الهنا نزيد نضيف نصف كاز وحد اخر يعني كامل ضفت كاز ونص جوز الهند هادك هي جينا سواس وكاز ونص جوز الهند شوفوا الهنا لتحصلوا على هاد العبارة عن كريمة شوفوا شوفوا كيفاش تجي هادي هي نعود نجيب البلاتو تاعي ونضيف عليه هادك الكريمة ولا هادك الخلطة تانية شوفوا نديرها بهذا الشكل نسيه كيفاش نديرها بلابوش بش جيني متساوية نمشيها كامل بهذا الطريقة شوفوا شوفوا ونجيب البلحنا كوبات وراح نسوي لها لو تشتحها بهذا الشكل ونجيب البلحنا شوية كوكا وإفلي ولا لوز إفلي كما تحبوا وراح نرشها كامل بهذا الطريقة من الفوق وندخلها طيب ملتحت 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 على 180 درجة كي نشوفها باللي تنفخت ونشفت لي هادك الطبقة التانية ندخلها ككيوردون تلقاوها نشفت نطفي لها ملتحت ونعود نشعل لها من الفوق تديت حميرة خفيفة وراح نعود نجبتها وراح نجوز لها كامل ملفق وراح نجوز لها كامل ملفق يعني نمسحها كامل ملفق بهذا الطريقة إذا كان عندكم المعجون تعاكم معاقد بزاف تقدروا تخفوه شوية يعني تسخنوه شوية وديروه ملفق بهاد الشكل ونخليها تبرد تماما خلوها تبرد على الاقل زو السوايع باش تقطعوها باش تقطع معاكم مليح وما تخسر للكمش انا الهنا خليتها بردت حوالي زو السوايع وجيت الهنا قطعتها العرضة هنقطعه على 4 والطولة هنقطعه على 6 يعني الله يبارك خرجتلي كمية مليحة غير بالعقل وتتقطع لكم ما شاء الله حبه ما تخسر وبالنسبه لتزيين الاخير انا درت لها هاد لي سوغي سكون فيه تزيين يقعد لكم مية اللي تحب تديرها هكا في الحفلاتها على الباك ولا مل أحسن تحطي للناس حاجة بالطبع والشح انا رأينا قسمتها شوفوا البنات محبة ما تخسر اللي انا شوفوا يامنا قسين 4 حبات هادو هوا هوا حبه ما تخسرت حبه ما يسونسيال اتقطع لكم كامل ما شاء الله سعدوه هنبرك شوفوا دوكم زيني نوري لكم حبة تجي ما شاء الله طبقة اللولانية هديك تجي خفيفة طبقة الثانية تعالى نواة كوكو متجيش ناشفة ويجي هاداك المعجون في الوسط يعني ما ينشفش على شبسكو طيبنا الباتصاب لي مع اللول لو كان درناها كامل كيف كيف راح طولنا في طياب وكاباب لهذاك المعجون ينشف وهذا هو شكل نهائي لوصفة اليوم اللي هي حلوة بالدوق نواة كوكو جيت ما شاء الله يعني تحطوها مع الجو معالة تاي مع الحليب بزاف بنينة ويعني صراحة بزاف شابة نجي اللي احنا نوريها لكم عن قرب شوفوا اللي احنا الطبقة راهم بينين شوفوا بزاف هايلة ونجي اللي احنا نقسمها لكم اللي احنا كي كنت نقسم فيها تصوير ما كان شي بان زد قسمت لكم حبة وحد اخرى باش تبان لكم مليح وفي الاخر مع الياغي نقولكم شكرا على المشاهدة ما تنسوش البنات الجام والكومنتيغ باش نلحقوا للمليون ان شاء الله الى وصفة لاحقا ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة